قال مسؤول فرنسي أنه يتعين على تركيا القيام بمبادرات ملموسة بشأن حقوق الإنسان إذا كانت تريد عطاء دفع لترشحها لعضوية الاتحاد الأوروبي وعشية زيارة الرئيس التركي إلى باريس قال وزير الدولة للشؤون الأوروبية جان باتست ليميون إن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد مجمدة بسبب انتقادات وجهتها عدد من الدول الأوروبية بشأن الحريات الأساسية في تركيا من جهتها أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه سيتطرق إلى مسألة حقوق الإنسان مع نظيره التركي